أبدع أسبوع ريادة الأعمال من خلال طبعاته الماضية في جامع العديد من رواد الأعمال مع صناع القرار والنشطين في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير الثروة البشرية تحت أسقف عديدة تضمهم أكثر من 25 ألف فعالية وأنشطة ريادية تخاطب ما ينوف على 25 مليون شخص من 160 دولة حول العالم سنويا ولمدة أسبوع من شهر نوفمبر هل فكرت يوما في تحويل شغفك وما تحب فعله إلى مهنة تصيب من خلالها عصفوري النجاح بحجر واحد وهل تبادر إلى ذهنك يوما البحث حول أقصر الخطوات التي تأخذ بقدمك نحو قمة أن تبالغها بأقل جهد وأوقص عنق الوقت الذي تبادر في استثمار دقائقه وساعاته قبل أن يقطع سيفه جانبا من طموحاتك على مرأة من أعين خطتك المستقبلية التي تريد أن تطل من نافذتها لتكون ذلك المؤثرة في محيطه تساؤلات إن عظمت أهدافها فإنها دائما ما تلقي بظلالها على عقل كل من يطمع أن يزيد من حجم تطلعاته في أن يكون رائدا ممهدا لبروع أعماله التي أسعفته الميول في تأصيل علاقته بها على الوجه الذي يريده ومبادرة ريادة الأعمال بمعناها الواسع وجهة كل فرد مجتمعي يسعى إلى تطوير أفكاره وتحويلها إلى مشاريع قائمة تسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في بلده الذي ينتمي إلى ترابه أسبوع ريادة الأعمال أبدع من خلال طبعاته الماضية في جمع رواد الأعمال مع صناع القرار والناشطين في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير الثروة البشرية تحت أسقف عديدة تضمهم أكثر من 25 ألف فعالية تخاطب ما ينوف عن 25 مليون شخص من 160 دولة حول العالم سنويا ولمدة أسبوع من شهر نوفمبر أسبوع أثبت قدرته في نشر ثقافة ريادة الأعمال دوليا بشكل ملحوظ الأمر الذي سهل من آلية تأسيس مشاريع تجارية يتنافس في طرحها المنتمون لمجتمعاتهم الرحبة بطريقة تعكس مواكبة العالم للمتغيرات الاقتصادية التي تفرض نفسها بين الحين والآخر بل وتظهر قدرة الحالمين فيه على تحسين صورة الاستراتيجيات التسويقية التي أثبتت نجاعتها في الترويج لكبرى العلامات التجارية الهامة ريادة الأعمال أرخت جدائلها الممتدة على حجى من يعشقون الدخول في عالم الإلهام والابتكار ممن تضمهم أرجاء المعمورة مبشرة ببزوغ نور العديد من النماذج الناجحة التي بدأت بالأصل فكرة لتصل إلى بنيان مشروع استثماري يضع لمتبنيه هوية تجارية تخرج إلى العامة من أوسع الأبواب وبأدوات إبداعية بسيطة تلامس متنوع القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على مجالات الحياة كافة لتلفزيون البحرين محمد رشدات ترجمة نانسي قنقر